السلام عليكم أقوى سلسلة مراجعة لللغة الإنجليزية بص ياسيلي حلينا مع بعض ايه؟ حلينا مع بعض 14 يونت كل الأسئلة الخاصة بالقواعد والكلمات وهدنا كلمة كلمة شرحناها وقعدة قعدة شرحناها وإحنا بنحل وترجمناها خلصنا لـ 14 يونت دخلنا فيه سلسلة حلقات الباكلتس في كتاب المراجعة النهائية لكتاب المعاصر وحلينا الغياد الوقت 11 ولسه فضل 4 هنكملهم لكي نبقى خلصنا كل الامتحانات بتاع الكتاب الباكلتس كمان بدأنا في سلسلة حلقات واخدنا فيها أول والنهاردة بنكمل التاني فعلشان كده ما بقولك هتقفل الانجليزي ان شاء الله انا مش بقول لأي كلام يعني انا بقول لك ان شاء الله احنا ماشينا على سلسلة حاجات وخطة معينة وان شاء الله بإذن الله ده هيحصل شدي حلك بس وركز معي هنروح نحل مع بعض ونرجع لبعض التاني يعني انا مرة كمان شباب والجملة نمبر وان بتقول كتب اول قصة لي عندما كان في الجامعة طبعا انا عايز هنا كلمة كان في الجامعة فاختار الاجابة نمبر 557 متر من المية طبعا انا بتكلم عن افريج معدل افريج نمبر اي يعني معدل جملة الثالثة انا عايز اقولك على حاجة في حاجة مهمة جدا عايزك تحفظها معايا شايف كلمة بيكاز دي؟ كلمة بيكاز لما يبقى قبلها مضارع بسيط يبقى الناحية التانية يجي الفعل مضارع تام ولو قبل بيكاز ماضي يبقى الناحية التانية بعد بيكاز ماضي تام طيب انا هبص قبل بيكاز هلاقي ايه قبل بيكاز قبل بيكاز انا عندي از اوكي اللي هي دي يبقى المفروض اللي بعد بيكاز هيبقى في زمن المضارع التام فبالتالي اختار نمبر دي has broken نمبر فور انا احيانا بارتبك باتلغبط ما بين المعنى ما بين كلمة wither و wither طيب يعني ارتبك او اتلغبط نمبر سي الاجابة الصحيحة get confused نمبر فايف dina not the test when the teacher told them to stop dina كانت انهت الدرس لا ما كانتش انهته لان هو كلهم نفي ما كانتش انهته لما المستر او teacher told her to stop او told them to stop لما المستر قال لهم خلاص وقفوا طيب قاعدة وين بيجي قبلها زمن ماضي وبعدها ماضي ليه لان انا شايف بعد وين ماضي زي ما انتشايف بس يا ترى انهي ماضي فيهم بقى المشكلة بقى انا عندي ثلاثة ماضي ممكن ينفعه وماضي بسيط وماضي تام وماضي مستمر لو حضرتك بسيط كويس هتلاقي ان الاربع اختيارات اللي قدامك مفهومش غير واحد بس ماضي اللي هو number b c اللي هو hadn't لكن التلاتة التانيين كلهم مضارع وواحد منهم اللي هو c ده not ده مش مش زمن خالص ده جملة غلط يعني number six كمال didn't want to tidy his room كمال ما كانش عايز يرتب اوته before he went out قبل ما يذهب للخارج but his mother بس مامته اصرت هو ما كانش عايز يرتب الاوضة واخد بالك انت يا اللي سمعني بس ماما قالت لأ والله ما انت نازل غير لما يرتب الاوضة بقى ايه رايك تمام اصرت الاحت يعني number seven the car not fast when it had the tree العربية كانت ماشية بسرعة عندما استضعمت بالشجرة طيب انا هنا في number seven المفروض ان عندي كلمة when زي ما انت شايف في النص بعد when فعل ماضي فين مستر ماضي اه ما hit الفعل ده hit ده ده كده ماضي من hit برضو لان hit مضارع وماضي في نفس الوقت نفس الكلمة التصريف الاول والتاني والتالت نفس الverb hit 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 وبالتالي بعد win ماضي بسيط يبقى انا عايز قبل win حاجة ماضي يا ماضي تام يا ماضي مستمر يا ماضي بسيط لو كان في اكتر من واحد ماضي كان ساعتها كنت افكر بقى تختار مين في يوم وعلى حسب المعنى ومين حصل قبل مين والاتنين حصل في فوق واحد في حاجة مستمر لو التاني قطعتها ولكن يا فاندم ما عندكش غير واحد بس ماضي اللي هو was moving والتلاتة التانيين مضارع اللي هو number eight وبالتالي اختيار ببتاعها هي بقى ازاي العربية كانت بتتحرج بسرعة لما صدمت بالشجرة number eight هودا's father والد هودا works for an important not بيشتغل في وزارة مهمة ministry number c يعني وزارة ministry number c يعني وزارة number nine number nine بتقول i have tried chinese food حاولت او جربت لشينيز فود but i haven't tried french food not كلمة بتيجي مع haven't او hasn't مع الجملة منفية في المضارع التام وفي اخر الجملة اكيد بنتكلم عن yet yet يعني بعد او حتى الان تأتي في اخر الجملة المنفية او اخر السؤال الاجابة تبقى number c number ten وليد دائما بيعمل revision a two months before the exams قبل الامتحان بشهرين اكيد بنتكلم عن خطة للمذاكرة revision plan number d plan يعني خطة revision plan خطة مذاكرة number eleven your bags حقائبك lock heavy تبدو ثقيلة i not you to carry them الشنوات بتاعتك كده شكلها تقيلة عليك ده حد بيعرض على حد المساعدة واخد بالك انت الحقائب بتاعتك شكلها تقيلة i will help you to carry them هساعدك في حملهم هنا الراجل بيعرض عليه وفي نفس الوقت القرار سريع ما كانش برتب قبلها وبالتالي العرض والقرار السريع في الحالتين بناخد d اللي هي well held هنختار الاختيار well held بمعنى سوف اساعدك وده اخد قرار سريع في لحظتها number twelve are there any tickets هل يوجد اي تذاكر not for the tennis match this evening هل في اي تذاكر متاحة للمباراة بتاعت التنس في كلمة متاحة available number b available يعني متاح available يعني متاح number b thirteen the teacher says المعلم قال او بيقول that we not relative clauses next week اوكاي احنا في number thirteen هنا بكز معايا كويس قوي في اللي هيقوله لك ده في كلمة size شايفها بمعنى وفي زت طبعا بمعنى ان الكلام ده كلام غير مباشر اهو دول size that الكلام ده كده كلام غير مباشر تم تحويل الجملة الى كلام غير مباشر كويس مستر حاتم قال لنا قبل كده في الغير مباشر دايما بنخلي الزمن اقدم ماضي يعني لو 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 هي مضارع بتبقى ماضي بس استنى size اللي انا هتطلق تحتها خط دي في زمن ايه في زمن المضارع اه طالما فعل القول في زمن المضارع يبقى كمان باقي الجملة لازم توفضل في نفس الزمن اللي هو زمن المضارع اوكي يعني مش هنغيرها الادم كويس طيب next week كلمة تدل على اني كان بنتكلم عن المستقبل هو فين المستقبل هنا مستر ما انت عندك المستقبل حاجة من اربعة ياما well زاد المصدر ياما am or is a are زائل going to زاد المصدر ياما am or is a are زائل verb زاد الانجي مضارع مستمر ليعبر عن المستقبل ياما الفعل في زمن المضارع بسيط في حالات الجدار والزمانية زي الساعات اللي احنا نتكلم مثلا المباراها تبدأ ساعة كزا الفيلم يبدأ ساعة كزا الحسطة ساعة كزا القطار هيرحل الساعة كزا الحاجات اللي هي موعيد ثبت دي بنختار معانا المضارع بسيط لو الفعل زاد اس او الفعل بدون يضافه في حالة الجمع واحنا بعيد عن الموضوع دلوقتي انا بيتكلم عن المذاكرة وانا هندرس كذا وكذا يبقى احنا اللي قدامنا دول مفهومش غير نمبر سي واحد يقول لي تم فيه going to نمبر ايه اولو لا بس نقصة لازم تبقى 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 لازم تدوس على الزر بتاع التشغيل بنتكلم عن حقائق مستقبلية دايما بقول يا جماعة السن والعمر دي حقيقة مستقبلية ماينفعش تيجي تفصلني فيها او تقول لي معلش خليهم واحد وسبعين عشان خاطر يعني لا فاندو مافيش حاجة اسمها كده هيبقى عمره سبعين حقيقة ماينفعش تفصلني فيها فبالتالي الحقائق المستقبلية بنستقدم معاها دايما ويل زي المصدر فهنختار نمبر بي نمبر سكستين عاد اللفظ بيحب ركوب الأمواج لما نقول ان الشخص متحمس لكذا متحمس لكذا وفي بعدها كلمة أباوت هنختار كلمة يعني متحمس اللي هي نمبر بي هي دي اللي بييجي بعدها أباوت وخد بالك نمبر بي دي هي اللي بييجي بعدها أباوت سبنتين سبعتاشر ذا بوليس نو يعرف what the thief not at 8 o'clock last night عايز أقولك على حاجة شايف انت last night كلمة جيدة تدل على زمن الماضي البسيط اللي هو الفعل زي ال-ED أو الفعل الشاز في التصريف التاني في العفعال الغير المنتظم وكده بس لما يبقى معاها at 8 o'clock أو أي زمن تاني أنا دائما بقول لطلابي كده لما يكتب لك yesterday أو last week أو last night أو أي حاجة بتاعت الماضي ماضي خلاص ماضي بسيط إنما لما يكتب لك معاها موعد آخر يعني إمبارح ساة كذا إمبارح صباحا إمبارح مساءا كده يبقى إمبارح ماضي بس لما يكتب لك معاها زمن تاني ما بقىش ماضي بسيط بقى بقى ماضي ومستمر اللي أنا برسيح فاصل القاعدة دي لما يكتب زمنين مع بعض اللي هو حدث وقتين كلمة تدل على الماضي ومعاها موعد تاني يبقى احنا بيتكلم في زمن الماضي المستمر 18-18 I sent my friend an email with a photo بعت لصديقي email ومعاها صورة as an attachment attachment يعني مرفق أو ملحق بعت له ومعاها صورة كمرفق مع ال email number 19 The touristist السياح not walking until they had reached the top of the mountain السياح لم يتوقفوا عن المشي حتى وصلوا لقمة الجبل طبعا until في النص زي ما حضرتك شايف بعدها had والتصريف التالت ماضي تام فبالتالي يختار قبلها didn't والمصدر لان دي القاعدة قبل until ماضي بسيط من فيه وبعده ماضي تام number 20 Hamid is not so he cannot walk مش قادر يمشي اللي مش قادر يمشي ده راجل disabled يعني معاق او عنده اعاقة حركية مش قادر يتحرك يعني عموما disabled يعني معاق عموما اوكاي number 21 علي isn't here علي مش هنا اخد بالك لما يقولك علي مش هنا he isn't here يعني معناه انه الحدث اللي حصل انه مشي مثلا لسه اثره باقي اوكاي يعني لانه مش هنا مش موجود اوكاي طيب وبعدين بيقول not to the park لو احنا قلنا انه حدث تم في الماضي واثره باقي يعني بلتكلم في زمن المضارع التام فبالتالي احطر ما بين بي و سي لانهما الاتنين مضارع تام ده انت كمان عندك اه لا سوري انا قلت بي و سي هي اي و بي سوري اي و بي بس انا ما خدش بالي اي و بي لان سي طبعا ماضي تام طيب انا احطر ما بين اي و بي لان الاتنين مضارع تام بس يا طرى مين فيهم قال لك بس هو he isn't here يعني ايه مصدر he isn't here يعني همش هنا مش هنا يعني راح ولسه مرجعش ذهب و لم يعد يبقى اختار number b اللي هي has gone لان has gone to يعني ذهب الى مكان وما زال هناك اما has been to اللي هي number a معناها ذهب الى مكان وعد منه ورح ورجع number 22 22 the head teacher believes بيعتقد رئيس مدير المدرسة او المدرس الاول that not is very important in the classroom بيعتقد ان ايه حاجة مهمة جدا في فصل اكيد بنتكلم عن discipline الانظام او الانضباط في الفصل 23 at 10 o'clock ساعة عشرة tomorrow بكرة يعني انا مرارة وما تكرار قلت tomorrow كلمة تدل على المستقبل بس جاي معاها موعد تاني اللي هو at 10 o'clock انا عمل اقول الموضوع ده جماعة ركزوا كويس فيه لما يجيب لك موعد ماضي ومعاك موعد تاني يبقى ماضي مستمر طب قال لك tomorrow مستقبل ومعاها موعد تاني يبقى مستقبل مستمر اللي هو ايه اللي هو will be traveling فعلا الكلام ده مهم جدا اه يعني قل لما اقول لك زمن كلمة تدل على زمن الماضي ومعاها موعد تاني مبارح صبح مبارح الظهر مبارح ساعة 7 لا ده يبقى مش ماضي بسيط ده ماضي مستمر لما يقول لك مستقبل زي tomorrow مثلا او next week وبيكتب معاها موعد تاني tomorrow at 10 o'clock او at 10 o'clock tomorrow يبقى احنا بتكلم في المستقبل المستمر برضو will be traveling 24 my father does the same things everyday بابا بيعمل كل حاجة الحاجات هي هي كل يوم he likes to have بابا ده بيحب راجل بيحب يبقى راجل عنده routine number c routine نظام يومي number 25 we not studying this book by the end of the year of this year باي يا جماعة باي يا جماعة باي كلمة تدل على المستقبل التام will have والتصريف التالت number c will have finished شفت باي يبقى مستقبل تام there was a note at the university about new technology في ايه في الجامعة عن التكنولوجيا الحديثة اكيد محضرة يوجد محضرة lecture number d يوجد محضرة في الجامعة عن التكنولوجيا الحديثة 27 i not the office until i had checked that all the doors were locked لم ارحل من المكتب حتى تأكد ان كل الببان مقفولة لم ارحل في زمن الماضي يبقى hadn't left ماضي تان number c 28 the head teacher not the students before the visitor gave her talk اسكت الطلاب اسمتهم خلاهم silent اوكي قبل ما الفيزتور يلطي خطبته فاحنا بيتكلم عن silenced silenced يعني يصمت او يسكت وطبعا ماضي منها silenced اخير هيدي number 29 35 35 35 درجة 35 35 وليسة 7 الصبح الجو شكله كده يبقى حر قوي طيب الراجل ده بيفتي عنده دليل اه عنده دليل ده جو 35 درجة والساعة 7 الصبح يبقى ده مش تنبق بدون دليل لا ده تنبق بدليل ما بيفتيش ده تنبق بدليل الراجل ده ما بيفتيش الراجل ده بيقول الكلام معه دليل فبالتالي طالما فيه دليل يبقى بيستخدم is أو are going to يبقى is going to be number b اخر واحدة the computer in the library الكمبيوتر اللي في مكتبة doesn't work مش بيشتغل so they are going to not it علشان كده سوف يستبدلوه هيبدلو بواحد تاني replace يعني يستبدل او يبدلو تنوية الحلقة دي هبار عن جزئين وده الجزء الاول هتلاقي هنا الاختيار بس زي ما حضرتك شفت باقي الامتحان في الجزء التاني رابط الجزء التاني موجود في الوصف